اشتركوا في القناة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين وحجةً على المكلفين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فإن من أعظم الأعمال الصالحات المقربة إلى رب الأرض والسماوات حضور مجالس الذكر وحلق العلم فإن نبيكم محمدًا صلى الله عليه وسلم سمّاها رياض الجنة فقال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر هذه الحلق التي تُعقد لذكر الله جل وعلا وتعلم دينه والتذاكر فيما ينفع المرء في أمر دينه وعبادته لربه من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خيرٌ له من ناقتين وثلاث خيرٌ له من ثلاث وأربع خيرٌ له من أربع ومن أعدادهن من الإبل فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ممن رُزِق علما نافعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إني أسألك علما نافعا وكان عليه الصلاة والسلام يُداوم على دعاء كل صبح بعد صلاة الصبح يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فهذا الدعاء عظيم داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح من كل يوم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى متابعة الشيخ العاري في القدوة عدي بن مسافر الأموي رحمة الله عليه ومنح نحوهم وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجنبهم طريق أهل الضلال والعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنهاج حتى يكون ممن أعظم الله عليه المنه بمتابعة الكتاب والسنة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نعم هذه الرسالة العظيمة هي رسالة أرسلها وكتبها شيخ الإسلام الإمام الجهبذ العلامة الفهامة الفقيه المجتهد العالم النحرير أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي الحراني مولد والدمشقي نشأة ووفاة هذا الإمام من أئمة الإسلام ومن علمائه الكبار حتى صار من مجتهدي من مجتهدي عصره وزمانه وكان رحمه الله من أعظم الناس في زمانه شفقة بالمؤمنين بتعليمهم ودعوتهم إلى الحق وبيان الحق للخلق على صراط مستقيم من بيان كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما وهبه الله جل وعلا من العلم والفهم والإدراك والخشية والفقه في دين الله جل وعلا وعلم التأويل لكتابه وحسن الاستنباط والاستدلال مع إحاطة بعلوم وفنون الشريعة وعلومها المساعدة وأوعيتها كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر داعيةً إلى الله على بصيرة وهدى وعلى نورٍ من الله جل وعلا ومن طرائقه ووسائله في نشر الحق للخلق ودعوتهم إلى ذلك كتابة الرسائل فله رسائل عدة لعددٍ من أهل الأمصار فله الرسالة التدمرية لأهل تدمر والحموية لأهل حماه وهذه الرسالة التي بين أيدينا وهي رسالته إلى الطائفة العدوية المنتسبة إلى عدي ابن مسافر الأموي وهذه الرسائل يُبَيِّن فيها المُعتَقَد الصَّحِيح وما عليه أهل السنة والجماعة من سلف الأمة الأخيار لا سيما إذا كان هناك ما يستدعي البيان كالحامل على هذه الرسالة لما رأى من أتباع الشيخ عدي ابن مسافر الأموي من أمور يُنكِرُها في السلوك والعبادة وهم ينتسبون إلى هذا الشيخ فأراد أن يُبَيِّن لهم المنهج القويم والصراط المستقيم الذي يجب عليهم اتباع وعدم الحيد عنه أو الزيغ عنه وأن لا يضلُّ السبيل والصراط المستقيم وأن لا يضلُّ حبل الله المتين الذي بيَّنه الله جل وعلا في كتابه وبيَّنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سُنَّته فهذه الرسالة سمَّاها بعض أهل العلم الوصيَّة الكُبْرَى تعرَفُ عند جماعةٍ من العُلَماء ممن أفرَد هذه الرسالة في مُصنَّفٍ وفي كتاب فسمَّاها الوصيَّة الكُبْرَى لما اجتملت عليه من أصول الدين العظام والوصيَّة الكُبْرَى لما حوَتْه من بيانٍ عظيم للمنهج القويم الذي يجيبُ أن يسلُكه كلُّ مسلم وهو صراط الله الموصل إلى رضاه وجنَّته ومن حاد عنه ضلَّ سواء السبيل وتنكَّب الصراط فكانت هذه الرسالة بحق وصيَّةٌ كُبْرَى ونافعة وتُسمَّى أيضاً بالرسالة السنية إلى الطائفة العدوية الرسالة السنية يعني العلية المرتفعة لما حوَتْه من علمٍ نافعٍ وبيانٍ للطريق الحق الذي يجب أن يسلُكه المسلم في سيره إلى الله جل وعلا الرسالة السنية الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية يعني الطائفة التي انتسبت إلى هذا الشيخ الذي أثنى عليه شيخ الإسلام بن تيمية أثنى على الشيخ عدي بن مسافر هذا الشيخ هو على منهج أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وهو عالمٌ وله انقطاعٌ عن زخرة في الدنيا ومتاعها فكان رحمه الله على منهج السلف وعلى طريقة أهل السنة والجماعة وعلى عقيدةٍ صحيحةٍ سليمةٍ سلفية وكان له أتباع وهو قد توفي رحمه الله سنة خمسمائة وسبعة وخمسين للهجرة وقيل سنة خمسين وخمسمائة للهجرة وهو أموي يرجع نسبه إلى مروان بن الحكم الأموي رابع الخلفاء خلفاء بني أمية فيعود نسبه ويرجع نسبه إلى مروان بن الحكم وقد نزل جبلاً وانقطع عن الناس فالتحق به طائفة لما رأوا من عبادته وورعه وتقواه وحرصه على عبادة الله جل وعلا في موقع قريب من الموصل ونسب ينسب إليه الهكار هذه المنطقة هكار وهكار التي انقطع فيها هذا الشيخ حتى توفي فلحق به طائفة طائفة الغلو فيه وابتداع ما لم يشرعه الله جل وعلا فلما رأى ذلك رأى شيخ الإسلام ذلك منهم من أتباع الشيخ عدي بالمسافر الأموي بما تسمى بالطائفة العدوية نسبة إلى هذا الشيخ كتب لهم كتابا هذا الكتاب عظيم في محتواه وفيما اجتمل عليه من بيان لأصول أهل السنة والجماعة في معتقدهم وفي منهج عبادتهم وسلوكهم فاستفتح الشيخ شيخ الإسلام هذه الرسالة بقوله من أحمد ابن تيمية هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابته الكتب إلى الملوك والرؤساء كان يكتب صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله إذا أراد أن يكتب كتابا كما كتب إلى هرقل عظيم الروم من محمد بن عبد الله إلى هرق العظيم الروم فسار شيخ الإسلام على هذا المنهج في كتابته إلى الطائفة العدوية فابتدأ الكتاب من أحمد بن تيمية من أحمد من أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتبين المنتمين إلى متابعة الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم هنا بيّن الشيخ بيّن من الذين أرسل إليهم هذا الكتاب إلى من إلى كل من انتسب إلى وانتمى إلى متابعة الشيخ العارف من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة وانظر كيف أثنى الشيخ الشيخ الإسلام على الشيخ عدي بن مسافر الذي تنتسب إليه هذه الطائفة وهذا من حسن طريقة شيخ الإسلام لأن ما يريده من البيان لا بد أن ينفذ إلى القلوب بعد أن تسمعه الأذان فإذا ابتدأه بلطف وقول لي أدرك المتكلم والكاتب غايته في استماعي وقراءة من أرسل إليهم أو تكلم إليهم بشيء يريد أن ينتفع منه وهذا منهج الرباني في أن المرأة يتلطف في في بيانه الله جل وعلا أمر نبييه موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون وأن يأتي فرعون فأتي يا فرعون فأتياه فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فالله جل وعلا أمرهما أمر نبييه بأن يقولا القول اللي حتى يبلغ الغاية من البيان وهو التذكر والخشية لعله يتذكر أو يخشى والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم لو كنت فضا يعني في قولك غليظ القلب في تعاملك وقسوتك لأدى ذلك إلى نفورهم وعدم استماعهم للحق الذي تريد أن تبينه لهم وهذه طريقة كل داعية طريقة كل داعية إلى الله جل وعلا أن يعظى ويبين بلين ورفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم لا يريد عنتكم ومشقتكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكل من سار على دربه ينبغي أن يتصف بذلك بالرفق واللين في البيان حتى يقع هذا البيان موقعه الذي يحقق الغاية منه وهي الانتفاع والخشية والتذكر فسلك شيخ الإسلام هذا المسلك في الثناء على شيخ هذه الطائفة بحق بحق بما يعلمه شيخ الإسلام عن هذا الشيخ فسماه سماه الشيخ ووصفه بالعارف ونعته بالقدوة وهذا يجعل أتباع هذا الشيخ عندما يصلهم هذا الكتاب أن يستمعوا إليه لأنه ما ابتدأه بتقريع شيخهم أو طريقتهم مبتدأ الأمر وإنما بيّن أن من ينتسبون إليه أن من ينتسبون إليه ومن نحى نحوهم هذا الشيخ الذي ينتسبون إليه هو شيخ عارف قدوة على منهج وعقيدة أهل السنة والجماعة فقال بعد ذلك وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا دعاء ابتدأ الشيخ هذه الرسالة بالدعاء لمن لهؤلاء الأتباع للطائفة المنتسبة لهذا الشيخ دعا لهم بالتوفيق أن يوفقهم الله لسلوك سبيله وهذه طريقة أهل العلم العارفين والدعاة الناصحين يدعون لمن يعضونهم ويرشدونهم ويهدونهم الصراط المستقيم فإن استفتاح الموعظة والبيان بالدعاء لمن وجهت إليهم كلامك فيه فتح للقلوب وإعانة من الله وطلب الإعانة من الله للانتفاع بما تقول وأن يقع موقعه الذي يؤثر في القلوب وتنتفع به النفوس هذه طريقة العلماء في الدعاء لمن يرشدونهم ولذلك جاء في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام في زمانه اعلم أرشدك الله هذا دعاء ومن دعائه اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه الثلاث عنوان السعادة للمرء في الدنيا والآخرة هذا من الدعاء يستفتح به العلماء رسائلهم وكتبهم إلى من يعضونهم ويرسدونهم ويبينون لهم الحق فسار على ذلك شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بأن دعاء لهذه الطائفة قبل البيان لماذا حتى يكون ذلك أدعى إلى قبولهم ما يبين لهم من الحق وأن يفتح آذانهم وقلوبهم لهذه الموعظة ولهذا البيان ولهذا الكتاب وأن يتقبلوه بالقبول الحسن يوم افتتحهم بالدعاء لهم بثلوك سبيل الله السبيل المنجي الموصل إلى رضا الله وجنته ودعا لهم بالإعانة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن العبد لا غنى له عن عون الله له إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده ولذلك من أعظم الدعاء من أعظم الدعاء وأجمعه وأنفعه للعبد في دنياه وأخرى الدعاء الذي جاء في صورة في صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أي نطلب منك يا ربنا أن تعيننا على عبادتك وعلى طاعتك إياك نعبد وإياك نستعين على ذلك على عبادتك ونطلب منك العون حتى قال ابن القيم رحمه الله إن أعظم وهذا جاء أيضا فيما ورد في النص أن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني هي أم الكتاب الذي أوتيته وهي السبع المثاني التي أوتيتها وأعظم آية في هذه السورة إياك نعبد وإياك نستعين فأنفع الدعاء وأجمع الدعاء وأعظم الدعاء الدعاء بإياك نعبد إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إياك نعبد وإياك نستعين فيطلبون العون من الله جل وعلا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى وجعلهم معتصمين بحبل الله المتين حبل الله هو دينه حبل الله هو دينه الذي آمر بالاعتصام به قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما هو حبل الله حبل الله دين الله الإسلام الكتاب والسنة الصراط المستقيم هو حبل الله كل ذلك معنى حبل الله معنى حبل الله مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يطلبون الهداية من الله فسأل شيخ الإسلام ربه للطائفة العدوية أن يكونوا مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم الذي جاء الدعاء به في فاتحة القرآن في فاتحة القرآن في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا من أجمع الدعاء وأعظمه وأجله ولذلك يدعو به العبد في اليوم أكثر لا يقل عن سبعة عشر سبع عشر مرة في اليوم والليلة في سورة الفاتحة يقرأها في صلاته في سبع عشرة ركعة يصليها في فرائض اليوم والليلة في الصلوات الخمس من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء هم في أعلى المراتب عند الله جل وعلا مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هم أصحاب المراتب العليا ليس هناك أعلى من هذه المراتب المرتبة الأولى مرتبة النبيين هم صفوة خلق الله أجمعين وهم خيرة الله من خلقه أنبياء الله ورسله والصديقون هذه المرتبة مرتبة الصديقين المرتبة الثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصديقون ثم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وقدموا أرواحهم في سبيل الله جل وعلا درجتهم من أعظم الدرجات ثم الدرجة المرتبة الرابعة مرتبة الصالحين ثم دعا لهم أيضا بأن يجنبهم الله طريق أهل الضلال والإعوجاج اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فدعا أيضا بأن يجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج فإن أهل الضلال والإعوجاج طائفتان الطائفة الأولى الذين عندهم علم علموا لكن لم يعملوا بعلمهم هؤلاء هؤلاء هم المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ويدخل في ذلك دخولا أوليا اليهود اليهود علموا لكن لم يعملوا والمؤمن يسأل ربه أن يجنبه صراط وطريق المغضوب عليهم الذين علموا تعلموا ولكن لم يعملوا والطائفة الثانية الضالون الذين ما عندهم علم ما تعلموا عندهم عمل لكن بغير علم فعبدوا الله عن جهل والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع إلا بعلم فالطائفة المنصورة والتي هي على الطريق المستقيم هي التي جمعت بين الأمرين بين العلم والعمل تعلموا فعملوا هؤلاء هم المنعم عليهم هم أصحاب الصراط المستقيم ومن فسد من العلماء فهو فيه شبه بالمغضوب عليهم ومن فسد من العباد فهو فيه شبه من الضالين لأنه عبد الله عن جهل عن غير علم فلذلك اجتمل دعاء الشيخ على هذا الأمر العظيم وهو أن يكونوا مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم وأن يجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنهاج حتى يكونوا ممن أعظم الله لهم أو عليه ممن أعظم الله عليه المنة بماذا بمتابعة الكتاب والسنة نعم قال رحمه الله تبارك وتعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو يلحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم وأكرم الخلق إلى ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإن الله بعث محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل لهم ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا نعم ابتدأ بعد أن دعا لي من أرسل إليهم هذا الكتاب ابتدأه بالسلام وهذا هذا أمر مما سار عليه أهل الإسلام يبتدئون حديثهم ويبتدئون كتبهم ورسائلهم بالسلام فإن ديننا الإسلام هو دين السلام وشعار أهل الإيمان في التحية بينهم السلام تحيتهم يوم يلقونه سلام والسلام هو تحية أتباع هذا الدين دين الإسلام فابتدأ الكتاب بعد أن ذكر ممن يكون هذا الكتاب وإلى من والدعاء قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكر السلام هنا ليعم سلام عليكم والسلام هو الله جل وعلا هو السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام ولذلك لا يقال على الله السلام بل نهي عن ذلك لأن السلام هو الله والسلام من الله للخلق ولكل أحد غير الله جل وعلا هو محتاج للسلام أما الله فهو الغني هو السلام ومنه السلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أعظم التحية بين أهل الإيمان والإسلام هو السلام ولذلك فإن المرأة يؤجروا على ابتدائه بالسلام فإن الرجل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال وعليكم السلام عشر دخل دخل الرجل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فقال المسلم وعليكم السلام ورحمة الله عشرون دخل الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قال ثم قال ثلاثون يعني عشر حسنات عشرون حسنة ثلاثون حسنة والحسنة بعشر أمثالها والسلام سنة ورده واجب قال الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قول الله جل وعلا فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الوجوب وهو وجوب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين لو سلم على جماعة ورد بعضهم كفى ونال الأجر من رد ومن لم يرد سلم من الإثم ولم يعجر لأن من رد يفوز بالأجر ومن لم يرد سلم من التبعة فإن نحمد إليكم الله كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع مبتدأ الأمر بعد السلام أن يحمد الله العبد في خطبه في كلماته في مواعظه في رسائله في مكاتباته في مكاتباته يفتدأ بحمد الله جل وعلا حتى يبارك الله جل وعلا في قوله وفي كتابته ورسالته فحمد فحمد شيخ الإسلام من تيمية ربه جل وعلا نحمد إليكم الله الله جل وعلا الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل هو للحمد أهل المستحق جل جلاله للحمد والثناء والله جل وعلا يحب الحمد والثناء من العبد عليه جل وعلا ويحب المدح سبحانه وتعالى ليس أحد حب إليه المدح من الله فالعبد يحمد ربه ويذني عليه ويمدح ربه جل وعلا وهو للحمد والمدح أهل وللثناء أهل سبحانه وبحمده وهو على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير على كل شيء وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون أن الله على كل شيء قدير خلافا للطوائف المنحرف كالمعتزلة الذين يقولون والله على ما يشاء قدير لا يقولون الله على كل شيء قدير يقول الله على ما يشاء قدير إذا رأيت هذه المقولة في كتاب أو عند متكلم فاعلم أنه على غير معتقد أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أن الله جل وعلا على ما يشاء قدير وأن ما لم يشاء جل جلاله لا قدرة له جل وعلا عليه وهذا زيغ وضلال إذ الله جل وعلا على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وإذا يشاء فهو على كل شيء قدير كل شيء يريده الله ويشاءه قدير عليه وهو أيضا على كل شيء قدير على ما لم يشاء قدير جل وعلا ويريدون بذلك أن يخرج من نسبة الشر إلى الله جل وعلا والشر ليس إلى الله جل وعلا في النسبة لمراده الشرعي لكن الشر ليس إليك نسبة و إرادة إرادة شرعية لكن الله جل وعلا خلق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فالله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده ثم قال ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد فإن الكتاب لا يخلو من حمد الله ومن الصلاة ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبارك الله جل وعلا في القول وفي الكتاب وفي الرسالة وفي الموعظة وفي البيان والله الله جل وعلا أمر بالصلاة على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور وطاعة وقربة وبركة لأنها طاعة وعبادة والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى الصلاة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى سيدي خاتم النبيين النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي ختم الله رسله بسيدهم وأفضلهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به رسالاته وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر من تواضعه صلى الله عليه وسلم فسيد الثقلين محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله أجمعين أفضل رسل الله وأنبيائه وخلقه عليه الصلاة والسلام صاحب الحوض المورود واللواء المعقود صاحب الشفاعة الكبرى يوم يقوم لها صلى الله عليه وسلم يأتيه أهل المحشر يستشفعون به عند الله جل وعلا أن يفصل بينهم فيشفع شفاعته الكبرى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دل على أنه أفضل الرسل والأنبياء هو الذي أعطي هذا القدر العلي الشفاعة الكبرى وهو صاحب المقام المحمود لا ينبغي لعبد لا ينبغي لأحد من عباد الله إلا لعبد من عباده وأرجو أن أكون أنا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال المصنف شيخ الإسلام سيد ولد آدم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم زلفا إليه زلفا هو أتقى الخلق قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له فهو أخشى البرية وأتقى البرية لربه جل وعلا أقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة أعظم الخلق درجة عند الله النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام قال أما بعد أما بعد هذه يؤتى بها للفصل وقد كان يقولها صلى الله عليه وسلم في خطبه بعد أن يحمد الله جل وعلا ويثني عليه يقول أما بعد فالسنة إذا أراد العبد أن يتكلم أن يبتدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله ثم يقول أما بعد ليبين أنه سيأتي البيان بعد ذلك أما بعد للفصل فإن والفاء بعد أما بعد أما بعد الفاء بعدها للوجوب يجب أن يؤتى بالفاء بعد أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل هو الذي يعني الله جل وعلا هذه الآية عظيمة أرسل رسوله بالهدى فالله جل وعلا بعث رسوله محمدا بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب والعكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ليظهره على الدين كله دين الله غالب وظاهر على الدين كله هو المهيمن على الدين كله على كل دين وكفى بالله شهيدا أنزل عليه الكتاب أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه يعني من الكتب التي أنزلها الله جل وعلا فإن القرآن جاء مصدقا لما سلف من الكتب التي أنزلها الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب لكن يفضل عليهم ومهيمنا ومهيمنا عليه يعني أن القرآن مهيم على الكتب التي قبله ما معنى مهيم يعني ناسخ لها هو أفضلها هو المهيم عليها هو الناسخ لما فيها كل ما جاء في القرآن إذا كان موافقا لما جاء في الكتب قبله فإنه تأكيد له وتقرير لما تقرر في الكتب التي قبل القرآن وما جاء مخالفا في الشرعة والمنهاج لما قبله فإنه ناسخ له وأكمل له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أمة محمد صلى الله عليه وسلم الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت الناس أكمل لهم الدين نزل قول الله في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية عظيمة نزلت في يوم عظيم وفي موقف عظيم نزلت في يوم عرفة في يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقف بعرفة فهو يوم عظيم وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب بضعة أشفر وكان ذلك إكمال من الله جل وعلا لهذا الدين فلا ينقص أبدا لأن ما أكمله الله لا ينقص أبدا وإتمام من الله جل وعلا للنعمة ورضى منه سبحانه بهذا الإسلام دينا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فما أعظم منة الله جل وعلا علينا بإكمال الدين وإتمام منه وإتمام النعمة وجعلنا خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة نحن آخر الأمم زمنا لكن هذه الأمة هي أول الأمم سبقا وفضلا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإن أول أمة يقضى بينها يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم لكنها أول أمة يقضى بينها وذلك لفضلها كنتم خير أمة أخرجت للناس وهذا فيه دلالة على فضل هذه الأمة فهم يوفون سبعين أمة يعني أن الأمم سبعين أمة هل هي سبعين فقط هذا أحد الأقوال وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي توفي السبعين قبلها تسعة وستين تسع وستين أمة ثم تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتوفي العدد بالسبعين فهم يوفون سبعين أمة للحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنتم توفون سبعين أمة أو أنها السبعون هؤلاء هم السبعون الكبار الأمم الكبار وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أكبر الأمم من أكبر الأمم وهي توفي السبعين هذه الأمم الكبار العظام وقيل القول الثالث أن السبعين من صيغ المبالغة في العدد وهذا معروف عند أهل اللغة فأنت توفون سبعين أمة يعني سبعين أمة في كثرة عدد الأمم فهذه الأمة توفي سبعين أمة قبلها تسع وستين أمة من أفضل هذه الأمم كلها من أفضل هذه الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم خيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها على الله أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أكرم الأمم وأفضل الأمم وخير الأمم عند الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأحمد الله أن اختارك فجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هذا اصطفاء من الله وكرامة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتبعوه على الحق تبعوا سنته ساروا على طريقته ومنهجه وكانوا من أتباعه هم أكرم الأمم وأفضل الأمم وخير الأمم ومن فضائلها أن الله جل وعلا عظم أجورها على أعمال يسيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كمثل رجل استعجر أجراء فقال من يعمل لي ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر بدينار فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر بدينار فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب بدينارين فكنتم أنتم فقال الذين عملوا من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ومن الظهر إلى العصر عمل أكثر من عمله وأخذنا أقل من أجره قال هل نقصتكم من أجركم شيئا أنا قلت من يعمل لي هذه المدة بهذا الأجر فعملتم هل نقصتكم من أجركم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء فهذه الأمة عملها قليل ما بين صلاة العصر إلى المغرب أقصر الأوقات وأطيب الأوقات فليس هناك حرارة الشمس ولا شدة ولا شدة الوقت ولا طول النهار ومع ذلك الأجر مضاعف صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة